اشتركوا في القناة على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أحبتي في الله تكلمنا في المرة الفائتة عن معنى الخاتمة وإن في الحقيقة أمر الخاتمة ده أمر يشغل كل مؤمن كل عبد وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ليه؟ لأن الإنسان لا يأمن نفسه ولا يأمن قلبه الإنسان ينبغي أن يخاف من سوء الخاتمة وقلنا إن هل يمكن أن يقل كره الإنسان للموت الإشكال ده حلوا أحد العلماء من السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه قال أبو حازم سلم بن دينار رحمه الله ما كرهت الموت لأجله فتركه ثم لا يضرب ما تمت خايف تموت عشان أنت عندك ذنوب كثرة وخايف تموت عشان أنت واخد حقوق من الناس لسه مردتهاش وخايف تموت لأن أنت لسه ما نسأتش أوضاعك خايف تموت وانت بتشرب وانت بتنظر وانت بتمارس خايف تموت على وضعية سيئة طيب الحل سهل اترك وما يهمكش بقى متى جاءك الموت جاءك على عمل صالح سؤال وجواب أسهل ما يقول لكنه في عقلية كثير من الناس يسبب إشكالا كبيرا ولذلك هنا السر مسألة الخبيئة مسألة القلب مسألة إرادة الله بالعمل ومسألة عدم الاتكال على النفس وسابق إحسانها لأنه فيش حاجة مضمونة شوف الحديث المرعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة طول حياته شيخ مطيع مستقيم حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع يدوب خطوة ويبقى في الجنة يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها قبل ما يموت بنص ساعة يقول إيه المشكلة مفتح أغنية تفرج عليها أبص بس على الكلمات واشوف وقيم الناس دي بتعمل إيه ويأتيه ملك الموت على هذه الحال قبل ما يموت يقول إيه المشكلة إما حاول أكلم بنت فيأتيه الملك على هذه الحال إيه المشكلة المخرج مع شلتي الأديمة وحاول أستعيد نوع من الذكريات فيأتيه ملك الموت على هذه الحال كلم أي واحد مات على معصية لو قدر لنا أن نوقظه مما هو فيه ونسأله هل كنت تتوقع أن تموت على هذه الحال الإجابة قطعا لا ولو توقع 1% ما جرأ على فعل ذلك لكنه طول الأمل لكنه التسويف لكنها الأماني لكنها الانتكاسة والعياذ بالله وإن العبدة ليعملوا بعمل أهل النار حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا دراع قبل ما يموت بنص ساعة ماشي أمام الجامع سمع الأدان قال ربنا بينادين بأهل 30 و40 سنة وأنا لم ألب النداء إما دخل أصلي دخل يصلي مات يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها سعيد من السعداء هل ربنا ظلم من عاش على شيء ثم مات على خلافه؟ لا حاش لله ولذلك في حديث آخر فيما يبدو للناس الراجل ده عنده خبيئة سيئة عنده خبيئة خبيثة أدركته عند الموت ولذلك كما قلنا من أسباب حسن الخاتمة بعد الدعاء أن أنت تدعو ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أنك تكون ذا خبيئة صالحة أن تكون نقية سريرة مسألة الخواتيم دي مسألة مرعبة والقصة اللي كلنا عارفينها إن شاء الله أن أحد المؤذنين كان يؤذن فيه مئذنة وهو بيؤذن بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بيؤذن بيدعو الناس إلى الطاعة رأى مرأة في بيته كأجمل ما يكون نظرة نظرة سرقت عقله وقلبه ما قدرش يكمل الأذان ودرسالة لكل واحد بيستهين بالمعصية قلبك ليس بيدك خاف على قلبك خاف المعصية تدخل القلب فتستقر فيه فتكون أنت طوعا لها اوعى تأمن اوعى تفكر أنك لما تقدر تسيبها تسيب بل الله هو الذي يعينك اوعى تفكر أنك بشطرتك وجدت بين شلة فاسدة وصحبة سيئة وكلهم بيعملوا وانت ما بتعملش بل الله هو الذي عصمك فاستثمر ذلك وعد إليه وتب ساب الأذان ونزل ترك الباب فتحت له قال لها أريد أن أتزوجك قالت له أنت رجل مسلم وأنا نصرانية ولا أقبل إلا بأهل ملتي قال لها أتنصر أنا مستعدة أسيب كل حاجة أقلع جلدي وديني وقلبي وتاريخي ليه؟ لأجل عرض من الدنيا قلبه فتن والعياذ بالله قلبه زل وضل قالت له خلاص اطلع لما بويا ييجي وأعلن أمامه قال لها أنا نصراني وأنا متنازل عن كل حاجة من أجل الوصول إليك تنصر ديت له شوية خمرة وفي بعض الروايات أنه ما ديت له اش طلع على السطح فساكر فسقط من على السطح على رقباته فمات خسر الدنيا والآخرة مش لازم كل واحد يبقى قدامه امرأة عشان يضل ممكن تكون الفتنة دي مان ممكن تكون نظرة ممكن تكون وظيفة ممكن يكون منصب ممكن تكون صحبة ممكن يكون شبهة تستقر في القلب فتزيغ الإنسان بعد أن كان موحدا إذا به ينكر إلهه إذا به ينكر التوحيد إذا به ينكر أنه عب لرب كريم سبحانه وتعالى ولذلك لازم نخاف على نفسنا من سوء الخاتمة لازم نخاف على نفسنا أن يختم لنا بعمل غير صالح الإمام أحمد هو بيموت وهو في سكرات الموت سمعوه بيقول بعده بعده كأنه بيكلم حد ناس اللي حواليه استغربهم فلما فاء قالوا له يا إمام كنت بتقول بعده بعده إيه كلام ده بتكلم مين قال لهم جاءني الشيطان فقال أفلدت مني يا أحمد طول حياتك ما عرفتش أن أنا أأثر عليك ولا غويك ولا ضلك وإحنا تكلمنا عن صراع الشيطان مع الإنسان أنه من أول لحظة لآخر لحظة لسه الشيطان ما يأسش الإمام أحمد اللي عارف مقام ربنا وعارف خطورة الموقف وعارف أنه ضعيف لكنه بالله قوي عارف أنه ثبات دام الشطارة منه ولا علم منه فإن هناك من الناس من أضلهم الله على علم كان يحرم على الناس ففعل ما حرم وكان يعلم الناس فوقع في خلاف ما علمهم خزلان والعيز بالله والموفق 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 من وفقه الله قضى الله الله على علم فقال الإمام أحمد هذا الرجل الرباني رحمة الله عليه يقول للشيطان أنا ما فلتش ولا حاجة بعده بعده طرم روحي لسه ما طلعتش فأنا حي لا تؤمن علي الفتنة رحلة صعبة جدا رحلة الحياة كان السلف يخافون سوء الخاتمة كان السلف يخافون سوء الخاتمة خاف على نفسك من سوء الخاتمة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة يا رسول الله أكرهية الموت فكلنا نكره الموت ومن اللي بحب يموت ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام وبماذا أجابها وكيف صحح هذا المفهوم نعرف ذلك في لقاء مقبل إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة ونعوذ بالله من الخضلان ونعوذ بالله أن نضل أو أن نفتن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة